تنديداً بظاهرة الاعتداء الجنسي ضد النساء بالسودان، نزلت أكثر من ألف امرأة سودانية إلى الشارع الخميس، بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها 13 بلاغاً بأعمال عنف جنسي، وقعت خلال التظاهرات الحاشدة المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء الاحتجاجات، بحسب ما نقل مرسل وكالة فرانس برس. وحملت النساء لافتات كتب عليها شعارات من قبيل، الاغتصاب لن يوقفنه، ونساء السوداني أقوى والردة مستحيلة. وحملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبات بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات، اللواتي تعرضنا للاعتداء الجنسي في التاسع عشر من كانون الأول، وأيضاً لكل السودانيات من ضحايا الاعتداء الجنسي الفردي أو الجماعي منذ بداية الحرب في دارفور عام 2003. وشارك أيضاً نحو 1500 شخص غالبيتهم من النساء في وقفة احتجاجية أقيمت في أم درمان شمال غرب الخرطوم، وفق ما أفادت وسائل أعلام عالمية. وكانت حوالي خمسين جمعية من المجتمع المدني قد دعت إلى تنفيذ تحركات في قرابة خمس عشرة مدينة مع إفادة الأمم المتحدة بين الحين والآخر بوقوع اعتداء جنسي خصوصاً على يد قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية الرديفة لها في دارفور. وأفادت الأمم المتحدة بوقوع ثلاث عشرة حالة اعتداء جنسي، وقالت ليزي ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرها جونيفا في بيان إنهم تلقوا بلغات بأن ثلاث عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي. وطالب كليمان فول لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السلطات بمحاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي.